بالنسبة بقى لمنديال الاندية كأس العالم الاندية اللي هيقام ان شاء الله تلاتة هيبتدي يوم تلاتة فبراير لاثناشر فبراير النهاردة كأس اليوم الأفريقية من يوم تسعة يناير ليوم ستة فبراير فيه اقويل كتير فيه كلام كتير الستاذ احمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة المصر او رئيس اللجنة السلسية طلع بتصريح قال ان دي الاهلي هيكون موجود لعبته كاملة معاه في كأس العالم الاندية وايضا لعب النادي الاهلي او كروشا يكون معاه لعبته كاملة في كأس الامم الافريقية طب القصة ايه الحكاية ايه اولا نبتدها مع كأس العالم الاندية من يوم تلاتة ليوم اتناشر فبراير تلاتة فبراير لاثناشر فبراير الاتحاد الدولي او الفيفا لما بتحط مواعيد ما بتغيرهاش استحالة من سابع المستحيلات ان الاتحاد الدولي يغير مواعيد ليه؟ النهاردة رتب مع ربطة الدوري الإنجليزي علشان تشيلسي تشيلسي من الفرق المهمة جدا تسويقيا في البطولة فالنهاردة رتب أموره مع ربطة الاتحاد الإنجليزي علشان تشيلسي يكون موجود في البطولة فخلاص المواعيد اللي حددها لاتحاد الدولي من 3 ل 12 من 7 المستحيلات ممكن تتغير طب إيه لها يتغير بعد تصريح لأستاذ أحمد مجاهد ممكن البطولة الأفريقية النهاردة اللي بيشرف على الملاعب في بطولة أمم أفريقيا مش الكاف لوحده مش الكاف صاحب القرار صاحب القرار هي لجنة تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي من قبل انفنتينو علشان تروح تعاين الملاعب تعاين فنادق الإقامة أيضا الإجراءات الاحترازية اللجنة رفعت تقريرها الاتحاد الدولي قالت إن في ملاعب لسه تحت الإنشاء ملاعب لسه ما استكملتش لسه ما انتهاش منها العمل أيضا فنادق فنادق الإقامة لسه فيه برضو فنادق تحت التشتبات أو تحت لسه ما خلصتش بنسبة 100% برضو الإجراءات احترازية مش بنسبة 100% ده التقرير اللي ترفع للاتحاد الدولي لإنفنتينو علشان كده إنفنتينو موجود في قطر كابتان أحمد مجاهد موجود في قطر فجاله من هنا الأخبار إن ممكن كأس الأمم الأفريقية القادمة في الكاميرون ممكن أن تؤجل كأس الأمم الأفريقية ممكن أن تؤجل طب من اللي بيسعى؟ علشان يكون موجود ويقول إن إحنا موجودين وجاهزين السلطات الكاميرونية دي أمور مسيسة الحكومة الكاميرونية بتسعى جاهدة إن البطولة تكون في معادها لكن التقرير اللي رفع من قبل اللجنة المشرفة من الاتحاد الدولي راح تعاينت كل الأمور دي رفعتها لاتحاد الدولي وقالت إن الأمور لسه فيها وقت ما تقدرش تلعب البطولة يوم 9 فبراير علشان كده التقرير إن من المحتمل إن بطولة كأس الأمم الأفريقية هي اللي هتؤجل تؤجل لإمتى من المحتمل إنها تؤجل لسنة قادمة